اشتركوا في القناة حسنًا اشتركوا في القناة 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 طيب في أشياء أخرى بعد مهمة اللي هي ندخل على اللي هو التلفيل والقصة طبعا القصة يعني أنا شوف أن أفضل أفضل طريقة أن تتعلم اللعبة هذه حبة حبة أنك تكمل قصة حقتك يعني القصة حرفيا نهيل حالها راح تودك هذا ورا يدر حولي القصة بالحالها راح تخليك يعني تلفل إلين لفل ثمانين بأريحية راح تعلم لك اللعبة حبة حبة شو تسوي فيك في كل شيء فلا تشيلهم الزعمة لا تشيلهم منك تجيب آيثمات مرك قوية لا تشيلهم منك تجيب دروع مرة قوية أمش بالقصة والقصة راح تعطيك الآيثمات التي تحتاجها راح تعطيك أسلحة راح تعطيك دروع راح تعطيك كل شي تبيه فأمش بقصة استمتع فيها كيف يسميه؟ قصة القصة ترى ما هي قصيرة ومرة ممتعة لان كل اكسپانشن راح يتطور في القصة أول واحد وهو أرلمير بورن اللعبة العادية بعدين على الوفل خمسين تروح لي أهفنز وارد من خمسين إلى ستين من ستين إلى سبعين تروح لي ستورم بلد اللي هو إكساسون بلد ومن سبعين إلى ثمانين آخر اكسپانشن اللي هو أفضل اكسپانشن وأحلى شي في الدنيا شهدو برينجرز أول شيء عندكم من أسهل و أفضل طرق التلفيل الأسراحة اللي هي الليف ميت الليف ميت عبارة عن كوستات تأخذها سواء كانت لشخصية رئيسية حقتك اللي هي المحارب أو حتى للفيلد كرافت أو الثلاث كرافت اللي هم الصناع اللي يصنعون الحاجات أو حتى اللي يروحون بره ويجيبون المعادن ويجيبون الأخشاب هذي كلها رح ساعدك بالتلفيل مرب بسهولة مطبيعية فترح مثلاً فيلد باتا كرافت فيلد تختار اللي يتبيه طبعاً انت كلما وصلت اللي معين رح تفتح لك هذا أشياء فإذا تمثلاً لفيل ون تختار مثلاً خنسوا مثلاً لفيلان طيب هنا رح يعانمك من وين وين مكان الكوست اللي راح تسويه فتقول لأكسبت تمام يقول لك حين أكسبت الكوست فتروح للوور لانوسيا إذا انت ضغط للوور لانوسيا لحوريك في الماب وين مكانها كريك واحدة هي عنك بالضبط وين مكان يتروح لها فأنا عفسي حافظة مكان فهي من الأبرد لمسها لما نسعده ديكس أنا هنا فوق أزل تحت إلى اللولة لانوسيا ومن هنا رح يعني أقدر أروح لبرر منطق هابي طبعاً شي مهم بعد أنه في كل مدينة تروح لها أو كل منطقة تروح لها فيش حاجة اسمها إيثرايتس 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 إيثرايتشارد هالي إذا كلمتها تعطيك سهولة تنقل في المدينة أنا هنا مثلاً هذي اسمها هذي أفت كاسل طيب وهذي اسمها كالنيرينز جولد إذا أنا بقي روح هنا راح ديني على طول اللي النود هاذي أو الإثرايت هذي فمهم مإني كانت كذا إذا دخلت أي مدينة رح إلى كل إثرايتس أول شي خذك كلها دور في مدينة كلها خذ على إثرايتس بعدياً رحلي إيثرايتشارك الحسين يستل عليك التنقل في المدينة و توصل لكسات بسرقة على ب Kirk على الأر Earnest rek thoroughly سأتحدث أخر عن اذا yine فل تايم فل اكشن تايم ابنت فلتايم 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 فل اكشبك انا استعملتك مدينة ذهبية اسمع او اكثر اذا ما سويت شي كثير في الفيت سيجيك فضية اذا ما سويت ايش فيه سيجيك برونزية كل واحدة ستطلعتك اكثر واكثر اذا ما تدعضك الان بعدين فضية y بعدين برونزية اذا ما سكتشفك ستطلعان انا أعطى الى لفيت و انت juntت للمكان الالفيت احنا اي باس SK اخلصة ممتاز الوقت تستطيع أن يجب ذلك فيه كأكس بي اكثر ستكون الصعوبة لتحقيق فارنزايدة إذا فهمت لا التجميع للإتقاء القادم تستطيع الهوض و إذا فهمت خذش سوياً فنحن كي يجب أن تتحقيق و ثبت نسخف بالإتقاءة ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 مع شرحات أخرى لازم حلقة خاصة فيه طبعاً فيه بعد طبعاً فيه بعد طبعاً هذه حضرنا حرف ليو هذا لست الدنجينات اللي ممكن تاخذها الدنجينات كلها موجودة طبعاً الدنجيات مرمرة كثيرة طبعاً دنجيات مرمرة كثيرة ارمي البون في عندك أول دنجي راح ترح تاخذه في الـ 15 في الـ 16 17 24 28 32 35 وطبعاً بلد من الـ 161 أو 60 إلى 70 وأخر شيء اللي عمون عندنا هنا شهدو برينجرز من 70 إلى 80 هذي كلها الطرق تلفية حلوة أنا شوف إذا فيه شي ثاني ممكن أشرحه على السريع أي نعم فيه شيء ما أريد أشرحه بعد وهو الـ character طيب إذا ضغط حرفة C باللسبة للكيبورد ورحت للكاركتر خلبي أشرح هذا شيء على السريع طبعاً هنا عندك الـ itemات حقتك اللي تحطها فيه شيء فيه هنا رقم هنا عندي لفل أنا لفلي 80 كليفل الجوب حقي ولكن اللفل حق متوسط الملابس حقتي 483 وهذا مهم جداً في الدنجنات وفي يعني إعطاء أو تقييم القوة حقتك في اللعبة أعطيكم مثال مثلاً رح لي هاي اندوتي شوف هذا هاي دوتي شوف يشوف يقول لك لازم يكون عندك أقل شيء لفل آيتم أربعمية وخمسة وسبعين أنا أربعمية وثلاثة ثمانين أنا يعني وضع ممتاز هذا يقول لك أربعمية وثمانين أقل شيء شوف وزاد فكل دنجن أو كل بوست تروح له له آيتم لفل أقل شيء مخصص عرفت؟ عشان يمديك أو عشان يقول لك أن عشان تصلاً تفوز في المكان هذا ويعني ما ما يكون عندك في صعوبة كبيرة أزمة توصل الحد المعين من الآي لفل فالآي لفل مرة مهم عندك آيتم مثلاً شف في آيتمات مثلاً هذا أربعمية وثمانين قوته سوف تشوفوا قوة آيتم كيف وليكم قوته حط كمبارسن حط كمبارسن هنا قوة آيتم أربعمية وثمانين وهذا مئتين وثمانين تمام طبعاً في فرق كبير بعض الأحيان يكون آيتم الليب الحق ترى أقل بس تشوف تقاطه غير تقاطه ممكن تكون أفضل شوي ممكن تكون غير يعني مثلاً أنا عندي هنا آيتم ثاني طيب أربعمية وثمانين شوف نفس الشيء ولكن تشوفوا هذا يعطي سترينج في ثمين وثمانين وثمانين هذا ثلاثم وثماني Ay ثمين وثمانين ها أربعمية وثمانين هذا نفس الشيء همثمانين هذا كل خرق حسناً ثم ثم انت وحسب لناسك نظرتك ليس شخصية تبيت تسوكرة أكثر ولا تبيتها تضمنها أنها يطق أكثر طبعا هذه المتيريا بسوي لها حلقة خاصة فيها نائبينها شرح طويل على الجنب طيب اطلناكم مصايح عن هاد لياوت، التلفيل، الليفيمات، الفيتس، طرق التلفيل طبعا اهتم بالقصة أول شي، لا تشيلهم الأيتمات، لا تشيلهم البوسات، لا تشيلهم ولا شيء كل شيء مقدور عليه إلى الليفل خمسين وفوق، خمسين وفوق كالساعة ممكن تهتم أنك تضبط أيتماتك حتى معت خمسين بعد صات ولا شيء، ممكن سبعين وفوق، صار تهتم بالأيتماتك يعني الآن سهلوا كثير طريقة تلفيل عن أول، بشكل ما تصبروا هنا طيب اتوقعنا هذه حاليا الأشياء العامة للممكن اللي ودي أتتكلم عنها مودي أطول عليكم أكثر من كذا إذا في حادثة معينة، أودكم تفهمونها، كلموني في.. اشكرك؟ الكومنت، اكتبوا لي أشعر تمواني أن أشرح أنها أكثر حيكم الله في الدسكورد، رابط دسكورد ملوت تحت تحت الفيديو حيكم الله بعد داخل لعبة، حيكم الله، وايس كريموار في سيرفر راقنروك وأردتكم العافية شكرا على استماعكم أسفة طولة عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته